تمكنت فصائل المعارضة المسلحة بريف حلب الشمالي من تأمين شقاق عدد كبير من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على تنسيق مسبق بين الجانبين كما واصلت طائرات التحالف الدولي غراتها الجوية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية بريف حلب الشمالي مما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحة في صفوف التنظيم حيث ذكرت مصادر موثوقة عن اتصالات سرية تمت بين فصائل المعارضة وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية لمدة شهرين وفي جو من السرية التامة تمخضت عنها عملية الانشقاق التي أسفرت عن تأمين أربعين مقاتلا من تنظيم الدولة الإسلامية في ريف حلب الشمالي هذا ومن جدير بذكر أن ريف حلب الشمالي يشكل ساحة للصراع بين مختلف القوى والميليشيات المسلحة على الغرض السورية والتي يبدو أنها ستلعب دورا كبيرا في مسار الأزمة هنا آرانيوس